بدأ سلاح الجو الروسي توجيه ضرابات جوية في سوريا نهاية شهر أيلول من عام 2015 بعدما فوض مجلس الاتحاد الروسي إلى الرئيس فلاديمير بوتن استخدام القوات الجوية الروسية ضد المنظمات الإرهابية خارج حدود روسيا وقال حين ذاك مدير الديوان الرئاسي سيرجي إيفانوف إن الرئيس السوري بشار الأسد توجه بطلب إلى روسيا لتقديم مساعدات عسكرية لدمشق أنجزة المهمة بهذه العبارة يصف السفير الروسي لدى لبنان أليكساندر زاسبيكين زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لسوريا وأمر القوات الروسية بالانسحاب أشرس الحلفاء يترك الميدان ما يعني حسم المعركة عسكريا فهل يكون الحلفاء وعلى رأسهم الإيراني وحزب الله هم اللاحقين؟ بدرجة أولى يجب يكون انسحاب من القوات الموجودة بصورة غير شرعية بأراضي سوريا وبدرجة أولى الأمريكان أما خلفاء السوريين فيجب يكون الاتفاق ما بين سوريا وهذه الخلفاء إن كان لم يحدد الجدول الزمني لسحب القوات الروسية بعد إلا أن بقاء قاعدتين حميميم وترطوس بشكل دائم حسم ما قد يرى فيه بعض المراقبين وصاية أو احتلالا وجود الكواعد شيء تبيعي هناك أظن أنه مئات هناك الكواعد الأمريكية والغربية ونطوية في كل أنحاء العالم وإذا كان هناك الكعيدتين لروسيا في سوريا هذا شيء متوادع جدا بالمقارنة مع الوجود الغربي بصريح العبارة قالها بوتين إذا رفع الإرهابيون رؤوسهم في سوريا فستلاحقهم روسيا بضربات جوية محولا في نظر بعضهم الدب الروسي إلى أمي سوريا الحنون موازين القوى يجب أن تبقى كما هي بدون أي تردد فبوتين أشار فقط إلى الموضوع أنه إذا حصلت هناك محاولة مرة أخرى لتكرار نفس الشيء فنحن نكون جاهزين كل الجيش السوري وكل حلفاء بما في ذلك روسيا لرد الفعل بين الأعلان الأول لانسحاب جزء من القوات الروسية ربيع العام الماضي من سوريا والأعلان هذا نقلة نوعية نقلت في المرحلة الأولى محور الممانع من المقاوم إلى المهاجم وفي الثانية حاولت المهاجمة إلى منتصر انتصار قرأ بعض في طياته انتقاسا مع تسجيل تساؤل عن المكان إلى التوقيت فلماذا التقى الرئيسان في قاعدة حميميم لا في قصر المهاجرين في دمشق لايال سعد قناة الجديد